قمة مصرية إثيوبية في القاهرة من المنتظر أن يصل رئيس الوزراء الأثيوبي خلال ساعات إلى القاهرة ليلتقي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين في الزيارة ليست الأولى وفي لقاء ليس الأول يجمع بين الزعيمين المصري والإثيوبي بطبيعة الحال بيأتي مشكلة سد النهضة وما يتبعه من خلافات ومشاكل بعضها فني والآخر سياسي يتم تباحث بين الزعيمين في هذه القضايا قضايا ربما بتهم الرأي العام في كلا البلدين ومشاحنات ومداخلات إعلامية ومزيد من المداخلات الأخرى من دول إقليمية ودول تحاول أن تصطط في الماء العاكر ربما يحاول الزعيمين خلال هذا اللقاء محاولة ترطيب الأجواء من ناحية محاولة الوصول وحلحلة المشاكل المعلقة من ناحية أخرى لكن الأهم هو شفافية ما يجري فيه اللقاء دوما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عند مستوى المسئولية الوطنية بيتحدث بصدق وبيتحدث أيضا بعمق وبيطلع الشعب على كل التفاصيل أولا بأول وبيعلن الرئيس أكثر من مرة بأن مصر في مأمن وأن المصريين في وضع آمن وبأن الوضع في مياه النيل ومياه النيل تحديدا انتهى كل الجدل وكل الكلام وكل ما يثار حولها لأن الدولة المصرية لا تقامر بمستقبل أبناء الشعب المصري